اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة للاطمئنان على الأبناء الأعزاء من مواطني دولة قطر الذين كانوا محتجزين في جمهورية العراق وأعرب جلالته حفظه الله عن خالص التهاني لأمير دولة قطر الشقيقة ولذوي المواطنين الذين تم إطلاق سراحهم وعودتهم لبلدهم وأهلهم سالمين بفضل الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي قامت بها دولة قطر سائلا جلالته الله تعالى يديم على دولة قطر وشعبها الشقيق الأمن والأمان والرخاء والازدهار